إذا جئنا إلى مبدأ الحجنية ثم التلبية ثم الإحرام ثم الطواف في الكعبة الشريفة التي يقصد منها أن الإنسان يقول أنا لا أريد أن تكون الأهواء والشهوات هي محور حركة في الحياة إنما الله سبحانه وتعالى وإرادته ورضاه هي محور حركة في الحياة ثم حينما يسعى بين الصفة والمروى يريد هذا الإنسان أن يصل أن يكون مسعاه في الحياة إلى الله ومن الله تبارك وتعالى ثم يذهب إلى عرفات ومنها إلى المزدلفة وهكذا إلى آخر أفعال الحج إلى أن يصل هذا الإنسان إلى رمي الشياطين والجمرات هناك أنه أنا حينما أرمي الشيطان وهو هناك مجرد بناء موجود أنا لا أرمي شيطانا موجودا أماك لما يريد الله سبحانه وتعالى يقول لي كلما تمثل لك شيطان في حياتك يريد أن يغيق فعليك أن تضربه وبما أن الشيطان يتمثل كل يوم وكل ساعة لذلك تكررت عملية هذه الرجل أقول إذا مجمل أفعال الحج ومناسكه تريد أن تذهب بالإنسان إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وبالتالي الحاج إذا لم يعد وقد أعلن موقفا من المشركين هناك من المشركين الذين يضعون إرادتهم في عرض إرادة الله تبارك وتعالى ويريدون أن يصوقوها في العالم وأن يحكم العالم من خلالها لا يكون هذا الحج تامع وهذا ما نسميه نحن بالحج الإبراهيمي القرآن الكريم يقول في أول سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله